أنا الأستاذ عبد الحميد درس وأنا كمال أبو العزم مين يا أستاذ؟ حضرتك أنا كمال أبو العزم الصحفي أه أعلى مسألا أرجو أن أنا ما كنت أزعاجت حضرتك لا ما فيش أزعاج تحت أمرك يا أستاذ كمال الأمر اللي لا أستاذ عبد الحميد ده إحنا اللي تحت أمر حضرتك الحقيقة أنا يعني كنت بستأذن عشان نعزم نفسنا على قهوة عندك عندي فين؟ في بيت حضرتك لو ما عندك شمانة حضرتك سماني؟ أستاذ عبد الحميد حضرتك سماني؟ سمعك ياريت ما كونش دايقة حضرتك الحقيقة أنا صاحب الاختراح ده باعتبار أن حضرتك صاحب حق عندنا أنتوا عارفين أني أنا ليا حق عندكم؟ حق ابنك طبعا بالمناسبة أستاذ عبد الحميد أنا مقدر موقف حضرتك وبحترمه جدا ولو حضرتك رفضت طلبنا أنا مش هزعل بالمناسبة كمان أنت سمعني أستاذ عبد الحميد؟ تفضل حضرتك عايز تقول إيه؟ يعني كنت عايز أقول بالمناسبة دي أن المسألة دي بعيدة عن موضوع القضية بعيدة عن القضية يعني إيه؟ يعني لو حضرتك شايف أن اعتذارنا ما يكفيش وعايز تستمر في القضية وتاخد حق ابنك بالقانون إحنا مش هنزعل بس أنا شخصيا شايف أن إحنا لازم نعتذر لخضرتك إنسانيا لازم كلنا نعتذر أنا شخصيا عايز أستريح وإبني كمان عايز أستريح لو سيادتك وفقت أنا هطلب شكري عبد الرؤوف والعطر به وأعتقد أنهم في الحالة دي مش هايمنهم أنت سمعني يا أستاذ عبد حميد؟ أيوة سمع سيادتك يعني ما ردتش علي عاوزنا أرد أقول لك إيه؟ حضرتك تقول اللي أنت عايزه وإحنا تحت أمرك الحقيقة قدام أدبك وأسلوبك مش عارف أقول لك إيه؟ عفونا أستاذ عبد حضرتك تقول اللي أنت عايزه ودول أولادنا عموما طب أستأذنك بس أرد عليك بعدين ممكن؟ ممكن طبعا يعني أنت عارف مقدار المعاناة اللي عندنا يعني بس أفكر وأرجع أكلمك يا ريد حضرتك تأخذ أرقام تليفوناتي وأنا في انتظار رد حضرتك حضرتك معك ألم؟ آه آه تفضل ثانية عدد أيوة البيت المكتب سبعة وعشرين اتنين وثلاثين ستمية وثلاثة تحب تأخذ الموبايل؟ لا ما فيش دعي للموبايل أصلا ما عنديش موبايل ماشي يا أستاذ عبد حميد عموما أنا في انتظار رد حضرتك وأرجو أن يكون بالإجاب ما تحرمناش من الشرف ده لو سمحت مع السلام مع السلام بتفكر في إيه؟ هي دي عايزة تفكير يا حضرت الوكيل ولا إيه رأيك يا سيادة المديرة؟ والله يا مستر عبد الحميد أنا شايف أنه من فرصة من السماء اسأليني أنا طب يديني فرصة أقول رأيي أنا آسف بس أنا شايف أن ديها تسهيل من عند المولى ولا إيه رأيك يا سيادة المديرة؟ والله أنا شايفة أنه حل وسط ومرد يا مستر عبد الحميد أيها السلام أنا ما بحبش الحلول الوسط يا أخي حبه حبها المراضي الناس دي من السهلة وبعدين لو دخلنا في قضايا ونزاعات مش هنخلص ولا إيه رأيك يا سيادة المديرة؟ هي القضايا من النوع ده بتاخد وقت مواويل و سنين اسألين أنا أنا محكمانجة قديم قضايا سياسية ما أنا سياسي قديم هو جديد كمان لا قديم بس يا سيادة المديرة أنا لو سمعتل أنا بصراحة أنا خايف الناس تقول علي أن أنا خفت يا أخوة الناس هتقول يا أخوي الناس هيشوفوا العتاولة دول وهم دخلين بيتك وأولهم الوزير السابق داخل برجله اللي يستهل كسريها ووراها الجرمع بتقعه هيقول إنهم جايين يصلحوك يلا يا راجل اتكل على الله وروح يأزمهم على أهو بس شدي أيدي الأول شيء طب إيه رأيوكو أستشير محامي هو المحامي هيقول لك تستلح وبلشوا القضية وما لي الشغل إزاي يا حبيبي خد بإيدي خد فد إجمد إيوا ما شاء الله صحيتك جاتلك يا يا عم ووشك نور اضحك بقى اضحك فكهة فكهة ربنا فكهة من عنده ولا يا أستاذ أبو العاطة نفسها فكهة واتحكت من قلبي بس الله يجازيهم كسروا قلبنا طب أقول لكم على حاجة تضحك إنتوا عارفين الواد رياض بيقولي التلام زي إيه علي إنه عايز ينصحني ويشور عليها شورة أأجر وينش عشان يشدك اه أصلي الوقت تعب من شدك إنتوا بتتحكم بصراحة الفكرة عجبتني وقلت أأجر وينش بصحيح إيوا ما انتوش مصدقين تأجروا إزاي يا أبو العاطة؟ وتوديه فين؟ ما هو ده اللي خلاني أرجع في كلامي هأجروا إزاي؟ وألف بيه ورى المدرسة إزاي؟ وأركنه إزاي؟ وأطلعوا السلم إزاي؟ يلا يا أستاذ اتكل على الله وأعزمه أنا رايحة الصيتي إكسكيوز مي مع السلامة لسه متردد يا مستر عبد الحميد مش عارفة اسمع استفتي قلبك وإن قفتوك وقلبك بيقولك إيه يا مستر عبد الحميد؟ مش قلبي بس أنا أنا قلبي وعقلي وضميري وأخلاقي بيقولولك إيه؟ بيقولولي ما تنساش اللي تعلمته في البلد يفتكر أبوك علمك إيه؟ وأعمله وأبوك علمك إيه؟ علمني إن لو حد غلط فيها ومهما كانت غلطته كبيرة وجاني البيت يبقى جاب الحق عليها هي دي أخلاق الفلاحين من جالك بيتك جاب الحق عليها الحمد لله يبقى كده المسألة محلولة ومش عايزة تفكير مستر عبد الحميد لو عايز تتصل بالراجل من هنا اتفضل لا لا متشكر يا مدام زينبنا أكلمه من قطة عشان أبقى براحتي هنا بعدي أذنك اتفضل اتفضل متى ياله اللي مش يقدر أمدي إيدي على الترفون اللي عملوه في أحمد خلى قلبي جاب دم الدم ما نزفش من دماغ أحمد بس نزف من قلبنا كمان ميت دخلوك شاغ الوصول يا احمد قالوه ايوه ايوه يا استيس كمال انا عبد الحميد دراس يبقى نشرب القهوة عند حضرتك يا استاذ تشرفني انت ولي معك والله ده كان عشبي برضو الاصول اكيد ما بتفوتش حضرتك انا بس كان ليا طلب اتفضل طلبات حضرتك اوامر هو استفسار يا عم اتفضل اتفضل يا استاذ عب حميد انتوا جايين تعتزلولي ولا تعتزلولي ابني اللي حضرتك تؤمر بي انا ابني اللي مضرب وكان هيموت الحقيقة يا استاذ عب حميد احنا جايين نعتزلل طب الولاد اللي ضربوه هيجوا يعتزلوله وقبهات الولاد كمان دحقوا علينا حقكوا تشرفونه وقت ما تحبوا انا متشكر جدا جدا يا استاذ عب حميد اه خضرتك تحب المعاد يبقى بكرة ولا بعد بكرة في انتظركوا بعد بكرة يعني يبقى كرم اخلاق من حضرتك لو خلتها بكرة خيروا البر عاجله نجيلك كده على ستة سبعة متشكر جدا جدا مع سلامة الله مع السلامة يشرفوا فين يا عبدو ناس زي دول حيقودوا فين هنا في البيت ده السبب اللي خلانا وافق ايه مالك امال انا اللي مالي انت جايب الناس تفرجهم علينا ولا ايه هو احلى فرجة الناس جايين يعتزلوا لحد البيت اقولهم لا ما تقولهمش لا بس تاخدهم في اي حتة ان شاء الله حتى في المدرسة مابقاش خدتي حقي وحق احمد ابني ده ده السبب الوحيد اللي كسر رهبتي وخلانا وافق انهم يجوا لحد البيت مادم حد تنازل يبقى هنا زي هناك لا يا امال هنا مش هناك هنا بيتي من جالك بيتك جاب الحق عليك وبعدين انا وافقتي غزبا عني عشان ما عنديش الاصل والغلط يركبني وانتي مش كنت عايز انا تنازل لما عرفت انهم ناس على نتيل على رأي الاستاذ ابو العطا اهم يصلت جايين لغاية عندنا وبتحيلوا كمان تب شوف بقى حتطلع المكتب بتاعك من السالون ازاي طلع المكتب من السالون ليه عشان رس السالون عيدل يا عبدو وعايز اشيل الكسوة من عليه وغير السجادة وغير مفرش السفرة انا مش فهم نازمتها ايه الشكلية دي وعايز اكمان تقم شاي ست فنجيل وست اطباق براد ولبانة يا امال في خطوبة بنتنا ما فكرناش بالشكل ده ولا انت بتعاقبيني عشان وفقت انهم يجوا في خطوبة بنتنا لجاننا وزير ولا حد مشهور انا ما اهميش لوزير ولا حد مشهور الجماعة جايين يعتذروا يعودوا في اي حتة في البيت يشربوا شاي وولادهم يبوسوا راسة احمد ابننا ويعتذروا له ده كان شرطي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة